أقرى المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بتقديم تنازلات في صفقة التبادل وصفا خطاب بايدن بالسياسي وكذا مستشار نتنياهو في تصريحات نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح الإسرائيلي للصفقة يتضمن بنودا ليست جيدة لكن هناك رغبة حقيقية لإطلاق صراح المحتجزين على حد قوله وضف أنه ما تزال هناك تفاصيل كثيرة تحتاج إلى العمل عليها كما شدد على أنه ليكون هناك وقف دائم لإطلاق النار حتى تحقيق جميع شروط وأهداف إسرائيل هذا وكشفت هيئة البث الإسرائيلية تفاصيل جديدة متعلقة بمقترح وقف إطلاق النار في غزة والذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وذكرت أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية يمارسون ضغوطا على مسؤولي الشرق الأوسط والمنطقة لإقناع حماس بالموافقة على المقترح كما قدموا رسالة إضافية إلى مكتب نتنياهو وأخرى إلى قطر وأضافت هيئة البث أن الوثيقة تستند إلى تحسين الاقتراح الإسرائيلي الأخير الذي قدمه للوسطى نهاية أبريل ورفضته حماس وأن إسرائيل وافقت بشكل شبه كامل على الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن الذين حددتهم حماس سابقا كما كشفت الهيئة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون بأن هذا هو الوقت المناسب للتحرك نحو الصفقة مع اعتراض أعضاء الجهاز الأمني على رفض نتنياهو الموافقة على الاقتراح الذي قدمه فريق التفاوض الإسرائيلي في البداية وهو ما اضطر نتنياهو وفقا لهيئة البث للموافقة أخيرا وقبول اقتراح الفريق المفاوض والموافقة على ذات الوثيقة التي تضمنت الاقتراح الإسرائيلي الذي قدمه إلى الوسطى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر